أفاد مراسل حلب اليوم بأن قوات النظام كثفت قصفها المدفعي والجوي على المناطق الخارجة عن سيطرتها في مدينة حلب وريفها وقال مراسلنا بأن الطيران المروحي استهدف بأكثر من 13 برميل متفجرا أحياء متفرقة في مدينة حلب كما شنت طائرات النظام الحربية غارات على منطقة آسيا وكفر حمرة ومدينة حريتان بريف حلب الشمالي إلى ذلك اندلعت مواجهة عنيفة على أطراف مدينة مارع بين ثوار المحاصرين وتنظيم الدولة تمكن ثوار خلالها من تدمير عدة أليات وأسر مجموعة من عناصر التنظيم وينضم إلينا من حلب مراسلنا علاء الشريف علاء ما هي المناطق التي تعرضت للقصف في مدينة حلب وريفها خلال الساعات القليلة الماضية وعن ماذا أسفرت؟ أسعد الله مساء أكيد سميلة غناء أسعد الله مساء وأوقات جميع المشاهدين مشاهدين قناة حلب اليوم يواصل النظام السهري وخلفائه ارتكام مجازرهم في حق المدنيين في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي تحديداً حيث شنت طائرات العدوان الروسي ومنذ صباح البارحة وحتى هذه اللقظة لم تهدأ طائرات الطيران الروسي الحربي ولا طائرات النظام من قصفها المروحي وقصفها بغاراتها الجوية على مناطق وبلدات مختلفة في ريف حلب الشمالي كما رأينا البارحة قد قام طيران الروسي بقصف فرن الشهداء في بلدة حريتان وقد أدى إلى ارتقاء أكثر من 13 شهيداً و20 جريحاً ودمار كبير بالفرن الذي كان يعد من آخر الأفران موجودة في مدينة حلب وكذلك الأمر بالنسبة للبارحة أمور متواصلة مع البارحة واليوم وما زالت قوات النظام تستهدف الأفران والمساجد كذلك الأمر البارحة قد تم استهداف من قبل الطيران الروسي استهدف فرن آخر في مدينة الأتارة في ريف حلب الغربي والله الحمد لم يتم تسجيل أي إصابات وقبل قليل وقبل اللحظات كما وردنا ثلاث غارات جوية على مدينة حيان استهدفت أيضاً إحدى المساعدات هناك أكثر من ثلاثون غارات جوية قد استهدفها الطيران المروحي سواء بالألغام البحرية أو بالبراميل المتفجرة استهدف من خلالها عدد بلدات وقرى على بلدات ريف حلب الشمالي حيان وحريتان وكافة المناطق المحيطة بها أما في الداخل الحلبي فقد قام طيران النظام السوري والطيران الروسي ومنذ الصباح الباكر باستهداف عدة أحياء مختلفة من مدينة حلب حيث تم إسقاط ثلاثة براميل متفجرة على حي الهلق وثلاثة أخرى على حي بعيدين وأحدها على حي الصاخور واثنين على أحياء مساكن هنانو واللهي الحمد لم تسجل أي أضرار بشرية باستثناء تم القصف بالبراميل المتفجرة على حي الحيدرية مما أدى إلى سقوط البراميل المتفجرة على أحد بيوت القاتلين هناك وقد أدى إلى استشاد امرأة وإصابة طفلة ونشوب حريق وقد قامت فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق وإصعاف المصابين نعم، على كيف تبدو الأوضاع الميدانية والإنسانية في مدينة مارع؟ بالنسبة لأوضاع مدينة مارع والريف حلب الشمالي والأوضاع العسكرية لا يزال الثوار في ريف حلب الشمالي يحاولون استعادة القرى التي سيطر عليها تنظيم الدولة اليوم سواء من محيط مدينة عزاز وإلى أطراف مدينة مارع حيث حاول التنظيم اختحام مدينة مارع من محاور تلالين وحربل وسنبل وتلمالد من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى صباح فجر هذا اليوم واستخدام جميع أنواع الأسلحة ومن بينها الدبابات وقد تمكن الثوار من تفجير مفخقتين التنظيم في تمام الساعة الثالثة فجرا واغتنام عربة بي ام بي وقد تمكن أيضا الثوار من أثر ثلاثة عناصر للتنظيم وقتل أكثر من سبعين عنصرا وكذلك الأمر أما بالنسبة للطرف أجل قابل لمدينة مارع مدينة مارع حاليا محاصرة بشكل كامل والحصار ليس فقط من طرف تنظيم الدولة وإنما شهدت أطراف وجبهات الشيخ عيسى والتي هي تحت سيطرة الثوار وشهدت جبهاتها معارك عنيفة مع ما يسمى بقوات حزب اليابجي أو قوات حماية الشعب الكردية وقد تمكن الثوار من صد الهجوم ولله الحمد وكذلك الأمر يوجد مناشدات إنسانية وفي تمام بين الساعة الواحدة إلى الثانية مدينة عزاز المدنيون في مدينة مارع يطالبون القوى الثورية بالتوحد وقد استجابت لها القوى الثورية في مدينة عزاز وأعلنوا إضرابهم اليوم بين الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثانية ظهرا إغلاق كافة محلات والخروج باعتصام يطالب فك الحصار عن مدينة مارع نعم شكرا لك علاء الشريف مرسلنا من حلب